اشتركوا في القناة يا ترى كان سؤال حلقتنا الماضية ايه؟ عشان نجاوب عليه ونشوف الناس الفائقين اللي دايما بيجاوبوا معنا وبيشاركونا وزي ما قلت انا باخد الاسماء يعني اسرع ناس والناس اللي بتسبق على طول هو ده بقى التنافس ان حلقتك اسبق من اخوك في الاجابة على السؤال يزهر قدام حضرتك سؤال حلقة الماضية كان ايه؟ فضل يا استاذ معتز السؤال قدام حضرتك هيزهر اهو؟ اعرف سؤال حلقة الماضية ده مسابة الاسميس سؤال حلقة اللي فاتت كان بيقول مصر اسمى بناء مصر اسمى من المطامع الشخصية ده سؤال الاسميس يا استاذ معتز طيب سؤال حلقة الماضية تاني بناء مصر اسمى من المطامع الشخصية سؤال حلقة اللي فاتت بناء مصر اسمى من المطامع الشخصية وكنا عايزين اعراب كلمة اسمى فقلنا كلمة اسمى هنا خبر مرفوع علامة رفعه اتضمى المقدرة لان اسمه مقصور اهو السؤال قدام حضرتك اهو هنعرف كلمة اسمى هقول بناء مصر اسمى من المطامع الشخصية اسمى خبر كلمة بناء اللي مبتدى مرفوع علامة رفعه اتضمى المقدرة تمام هقول لحضرتك بقى معانا الناس الفائقة اللي بتجاوب معانا تمام وانا برجو ان في اسم معانا ما كتبش المحافظة بتاعته كله كاتب اسمه بس احنا جايبونه على اعتبار ان الاسم ده اتقال برضو وجاوب مبكرا اتفضل اسمى تطلع لوحة الشرف لوحة الشرف معانا بقول مية احمد من اسيوت سعد شهاوي من اسكندرية الاء عبد الشافي عالي من اسيوت ابراهيم محمد امين من سهاج الاء عبد الشافي من اسيوت والاسم متكرر مرتين ما شاء الله حظك يا الاء الله مبارك زينب هاشم من المينيا محمود محمد من الجيزة ايا ربيع مبروك دي اللي مقالتش منين اسمى ابراهيم من الدقالية جهاد واصلي من السعودية طبعا انا باعتذر بقى لان ده خطأ مننا انه وفيه اسامي اسمى الاء اتكرر مرتين مفوض ان كان في اسم تاني تحط مكانه باعتذر الناس اللي بعد الاء المفوض ان ما هو اسمه متحط ربنا احفظكم بارك فيكم معلش رفع عن امتي الخطأ والنسيان طيب معانا سؤال اسم اس اللي ظهر من شوية سؤال اسم اس ومسابقتنا العادية والناس طبعا احنا اتصلنا النهاردة باختنا اماني طاه وبعت الانوان ان شاء الله يوصل الكتاب البقين ما بعتوش لا ارقامهم ولا تليفوناتهم تمام انا برجو من البقين اللي بيفوض معانا حضرتك تبعت رقم تليفونك على القناة وانا بتعامل مع اسلام ربنا يحفظه يبارك فيه وباخد منه ان شاء الله الارقام وبنتصل والمساعد بيبعت لحويتك الكتاب يزهر سؤال الحلقة دلوقتي مع ادك سؤال الاسم اس والمسابقة معانا ان شاء الله فضل يا استاذ معتز اعرب كلمة حرمتها للمساجد حرمتها وانا بقول لحضرتك انا عايزك تعرب الجملة دي او تعرب الكلمة وتاخد بلك من كل كلمة موجودة فيها ولصلاة الجمعة قداستها وللعلماء احترامهم هذه حكمة رزقاني الله بها حتى ننتفع بها جميعا للمساجد حرمتها ولدور العبادة لانا الاسلام يحترم ذلك ولصلاة الجمعة قداستها لا احد يعترض ولا احد يلوحواها كذا انتم تعلمون ربنا احفظكم وبارك فيكم يا طرى هناخد النهاردة وحلقتنا ايه بعنوان عنوان ايه موجود عندك العنوان موجود العنوان هناخد البلاغة مع بعضينا ان شاء الله عنوان حلقتنا النهاردة ايه البلاغة لان الطلبت مننا البلاغة السنة اولى سنوي والبلاغة السنة تانية سنوي والبلاغة التالتة بس اخواننا بتاع تالتة سنوي عشان التجربة الشعرية بتاخد حلقة منفصلة لوحدها فاحنا هنستأذنكم هنشوح بلاغة قولة وتانية وده اصلا عند حضرتك يعني بتاع تالتة سنوي الكلام ده عندك ومرتبط انت بيبت السيل عنه ادي البلاغة اللي هندرسها مع بعض النهاردة ان شاء الله طيب هقول لحضرتك هنبدأ الاول من بداية ايه اول حاجة عنده قولة سنوي التعبير الحقيقي والتعبير المجازي قلنا التعبير الحقيقي اذا استخدمت الكلمات في معناها واطارها الحقيقي يبدأ تعبير حقيقي مثلا هقول انا ذهبت الى قناة الرحمة هذا تعبير حقيقي الالفاظ في مكاني الحقيقي تمام طيب لو انا استخدمتها في تعبير مجازي على سبيل التشبيع او الاستعارة يبدأ تعبير مجازي زي ما قول إيه أنا طرته إلى قناة الرحمة أنا مش بطير مش فرفيره لا يبقى بطير دي معنى إيه ده تعبير مجازي ليس تعبيرا حقيقيا يبقى ده الفرق ما بين التعبير الحقيقي طبقا أنا أعمل إيه هو لما يجيب لي مجموعة أبيات أقول لي استخرج تعبيرا حقيقيا وآخر مجازيا هقول له يبقى أطلع أنا التعبير له قدامي أقرأ إلى أبيات لو ما فيش تشبيه أو استعارة أو أي حاجة من زي هذا القبيل من علم البيان يبقى حضرتك يتطلع للجملة وتقول له ده تعبير حقيقي زي إنه من عاش مات ومن مات فات وكله موقات مقات هنا الجملة العادية خالص فاش حاجة لكن في نفس النص عندك بتاع قصة بن ساعدة ده هتجد أنه في الآخر خالص بيقول طحنهم ودهروا بكالكاله آه ده صور الضهر بجمل لو صادر آه ده يبقى ده تعبير مجازي على طول جميل جدا عندك التشبيه وده بقى بنبدأ اللي هو علم البيان وأنا بقول ده موجود عند المراحل التلاتة لأنه عند حضرتك في التجربة الشعرية طالب تلت سنوي بيقولك الصورة تكون صادقة إذا كانت نابعة من العاطفة أدي سؤال السمس والمسابقة معنا شغالة على طول الله يا أستاذ معتز والتقلق بتاعه هقول معنا تاني يا جماعة إحنا عايزين الصور البلاغية موجودة في أولة وتانية وتالتة إحنا عندنا علم اسمه علم الإيه؟ علم البيان وعلوم البلاغة ثلاثة علوم علوم البلاغة ثلاثة علوم علم البياني وعلم البديعي وعلم المعاني علم البياني وعلم البديعي وعلم المعاني علم البيان ده اللي هو يندرك تحت منه التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل تمام؟ طيب ده علم الايه؟ البيان تشبيه استعارة كناية مجاز طب وإيه تاني وعندي علم البديع اللي هو بيطلق عليه المحسنات البديعية وأنا بحب دايما أكرر الكلمة دي وأقول لحضرتك أن في البلاغة تكرر تكرر الكلمات بمرادفات وبمعاني المختلفة إزاي يعني هو بيقول لي علم البيان وقد يطلق عليه لفظة الخيال وقد يطلق عليه الصورة أو التصوير أو التصوير الخيالي أو التصوير البياني هو بقى المسميات دي لما بيجيبها لي بطرق مختلفة على اعتبارنا أنا أطلق بقى لا هو البيان هو التصوير والخيال والصورة أنا بطلعهم بالنسبة لي كطالب سنوية عامة بطلع التصوير ده تمام وأنا باعتذر وهقطع الشرح ده لأن عندنا سؤال كانت الحلقة اللي فاتت خلصت لأخت من أخواتنا كانت بتقول لي أقرب كلمة أداة ليس لي إلا أداة الصديق طبعا إحنا عندنا ده نفي واستثناء وهنلغي أداة النافي ليس وأداة الستثناء لي أداة صديق ادتني معنى فتعرب كلمة أداة حسب موقعها في الجملة فهرجع ليس لأن ليس مؤسرة فكلمة أداة اسم ليس مؤخر اسم ليس مؤخر البعض يقدر البعض يقدر يقول لي ليس لي شيئا إلا أداة صديق فنقدر كلمة شيء أو ليس لي شيء آسف ليس لي شيء إلا أداة صديق فيقدر اسم ليسا على اعتبار ان هو محزوف فقول لي إلا أداته أو إلا أداته صديق وأنا عندي قاعدة وهذه القاعدة أصيلة لعلماء النحو وهو عدم التقدير أولى من التقدير ان احنا ما نقدرش ونقول ان ده اسم ليسا اسم ليسا أفضل من ان احنا نقدر يبقى ده اسم ليسا مؤخر مرفوع علامة رفعهم ادامة طيب نرجع للبلغة تاني انا بقول البلغة عندي علم البلغة علم البيان يندلك تحت منه التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل تمام هقول بالنسبة للتشبيه أنا عندي حاجتين اشتركوا في صفة حاجتين اشتركوا في صفة ولكن أحدهما زاد على الآخر في هذه الصفة أما أقول وأنا بقول دايما عشان أنا بحبه قوي وكلكه كذلك طبعا فلازم تبقى أمثلتنا كلها عليه حبيبنا النبي على صلواته السلام لما أجا أقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القمر في الجمال النبي مثل القمر في الجمال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اشترك مع القمر في صفة صفة الجمال بس النبي أحلى لأن سيد نجابر قال كده في الحديث تمام يبقى أقول كده أنا صورت مين النبي عليه الصلاة والسلام بإيه بالقمر في إيه في الجمال عند حضرتك يا طالب سنة أولى سنوي وبنهتم بها شوية اللي هو إيه اللي هو أنواع التشبيه بس قبل ما أخش في الأنواع أو للأركان أركان التشبيه أربعة أركان التشبيه أربعة إنت بتكتب معايا أيوة بكتب يلا ألمك معايا على طول والسؤال قدامك بتجاوب كمان وترسل الرسالة بتاعتك إن شاء الله ربنا يحفظك هقول أركان التشبيه أربعة لهم إيه المشبه والمشبه به وأداته التشبيه ووجه الشبه المشبه والمشبه بيه وانا بدأت بيهم لان هما دول الطرفين الاساسيين في التشبيه الطرفين الاساسيين في التشبيه اللي احنا بنقول شرطه التشبيه ووجوده الطرفين اللي هو عشان اقول ان ده تشبيه لازم لاتنين بموجودين لان حتى في الجملة اللي فاتت لقلت النبي مثل في الجمال هتقول لي مثل ايه هجا اقول بي طرق تاني اشيل المشبه واقول مثل القمر في الجمال هو مين اه يبقى لازم في التشبيه الطرفيني بموجودين اللي ينفع نشيل واحد منهم او نشيله مما الاتنين الاداوة الوجه يبقى اربع اركان مشبه مشبه به اداته التشبيه ووجه الشبه طيب دولار باع اه المهمين جدا مشبه والمشبه به تمام اللي يعني ممكن يتشاله او يتحطه اللي هو اداته التشبيه ووجه الشبه وادواته التشبيه قد تأتي اسما او فعلا او حرفا ازاي يعني اسم زي مثل شبه مشابه محاكي مناظر مضارع تمام ممكن يجي فعل يشبه يشابه يماثل يحاكي يضارع يناظر او حرف الكافة كأنه يبقى دي ادوات التشبيه تمام ارجع بالي ايه المثال بتاعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل القمر في الجمال انا شبهتي ايه النبي بايه بالقمر في ايه في الجمال يبقى هنا المشبه النبي صلى الله عليه وسلم والامر مشبه به وفي الجمال ده وجه الشبه وهناك هذا التشبيه يبقى هنا على طول اقول اول نوع من انواع التشبيه تشبيه مفصل تشبيه اولاد مفصل صح جدا فيه كل الاركان فيه كل ايه الاركان بتاعت التشبيه انت قلت معي اول نوع تشبيه ايه مفصل مفصل يبقى ليه لانا ذكرت في جميع اركان التشبيه طب انا لو انا حبيت اشيل وجه الشبه تمام وده الغالب يعني او اداة التشبيه اشيل واحد بس يعني يبقى ده تشبيه مجمل التاني هشيل كده اقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القمر النبي مثل القمر يبقى انا شبهت سيدنا وحبيبنا على صلى الله عليه وسلم بالامر بس اشيلت وجه الشبه يبقى ده تشبيه ايه مجمل لانك حزفت واحد بس من الاتنين اللي ممكن يتشاله طب التالت اشيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم قمر انا كده ايه حزفت اداة التشبيه وحزفت وجه الايه وجه الشبه مع بعض قال لي صار تشبيه بليغ ما شاء الله تشبيه بليغ يبقى ده تلات أنواع التشبيه المفصل فيه كل الأركان لو حزفت واحد من الأداء والواجب أداء مجمل لو حزفت الاثنين مع بعض صار تشبيه بليغ وقالوا هي مبالغة في المساواة بين المشبه والمشبه به وأنا بيمني في التشبيه البليغ بصراحة إن أنا هتم بوجود الطرفين يعني ما بهتمش بصراحة بالنحية النحوية المضاف والمضاف إليه والفعل ومفعول مطلق يعني أنا بهتم كده بإن أنت حصدك مدام مشبه ومشبه به بالأداء والواجب يبقى على طول ده تشبيه بليغ كل اللي فات ده بيسموه تشبيه مفرد بمفرد تشبيه مفرد بمفرد يعني شيء واحد بشيء واحد أول ما تحول الموقف إلى موقف بموقف صورة بصورة آه ده يتحول إلى تشبيه تمثيل بقى ده ما بقى من يمش وش واحد بواحد إزاي يعني ما يجي يقولك مالت على الماء الغصون مالت على الماء الغصون كما إن حانت أم تقبل طفلها الموهوبة مالت على الماء الغصون هذه الغصون مالت على الماء تمام طيب كما إن حانت أم تقبل طفلها الموهوبة ده إنها ما عادش بيصور حاجة واحدة بحاجة واحدة إنما موقف بموقف صورة بصورة متعدد بمتعدد آه يبدأ تشبيه تمثيل تمثيل على طول تشبيه تمثيل أو تمثيلي هو إيه؟ اللي أنا بشبه موقف بموقف تمام؟ طيب لو أنا بقى حبيت أشيل أداة التشبيه أصلا يبقى ده تشبيه ضمني يفهم من مضمون الكلام يفهم من مضمون الكلام التشبيه لإيه؟ الضمني ما شاء الله عليك يبقى كده كم نوع من أنواع التشبيه خمسة واحد مفصل مجمل بليغ تمثيل ضمني تاني مفصل قول اتنين مجمل تلاتة ها بليغ أربعة ها تمثيلي خمسة ضمني ممتاز وأركان التشبيه أربعة المشبه والمشبه بيه وأداة التشبيه واجه الشبه تمام؟ وأداة التشبيه خداعة أداة التشبيه خداعة ممكن تيجي في الأول ممكن تيجي في النص خلي بالك يعني مثلا يجي يقولك إيه؟ كأن سهيلا والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامها ده تشبيه تمثيلي كأن سهيلا والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامها سهيلا والنجوم اللي وراء منه تمام؟ وسهيلا ده جبل في اليمن يقولك إيه؟ ده والنجوم وراء منه كأنه مرآته صلاة أو صفوف صلاة انقام فيها امامها اولا صورة بصورة فين الاداة في اول البيت في اول البيت البيت اللي احنا قلناه من شوية كانت الاداة في نص البيت يجي بالتاني يقولك ولاحة الشمس تحاكي عندما اطلعها مرآتها تبرن بدت في كف مرتعشة تحاكي ولاحة الشمس تحاكي اداة التشبيه الكلمة رغم ثلاثة معانا تصال الرسائل طيب اختنا جهاد محمدين من اسيوت اسماء اسامة من سهاج جهاد واصلي السعودية طيب اقول لحضرتك يبقى اداة التشبيه ممكن تتحرك معايا المشابه والمشابه بيه موجودين لكن الاداة تجي في الاول تجي في النص عشان بعضوكم لما بيلاها في الاول بينساها اصلا تمام ايه تاني بدأ تشبيه تمثيلي اتضمني بقى بفهمه من مضمون مفيش اداة اصلا هو تحس ان موقف بموقف برضو بس من غير اداة ها وتلاقي كمان ايه يا مثلا كأنك او اذا مدت ضمآنا شعر في النصف تانية سنوي شعر اذا مدت ضمآنا اختنا هيبة حسن من اسوان طب ممكن نقول لأسامة على بعضها محمد حمدي من السعودية حيا الله اهل السعودية ولو في مكة دعيلي في الحرم في اسامة تانية بارك الله فيه بقول لحضرتك هل عندنا التشبيه الضمني بقى اذا مدت ضمآنا النص اللي موجود في تانية سنة وشكوى سير اخي النص في المنهج معللة بالوصل والموت دونه اذا مدت ضمآنا فلا نزل القطر مدت ضمآنا هو الشعر بليه متعط شار هو بيشبه موقفه في حرمانه من محبوبته واحنا قلنا انش نص ده الابي فراص الحمداني الابي فراص الحمداني الراجل ده رائع في النص ده لان بعض الناس اتخذت عن راجل انه خاضع قوي وازاي الشعر يخضع وقلنا ان هذا من شعر الرمز وان الشعر يرمز الى الحرية وان هذه الفتاة التي يتحدث عنها هي الحرية المتدللة عليه لانه مأسور عند الروم فيبدأ يقول اذا مدت ضمآنا لو مدت عطشان يبشبه موقفه في حرمانه من المحبوبة بموقف من مات عطشان محروما من الماء صار موقف بموقف بس دون اداة يبدا تشبيه ضمني اه تشبيه ضمني متضمن داخل الكلام بفهمهم خلال مضمون الكلام تمام الشعر يقول موجود في كتابك انت بتاعولها سنوة فان تفق الانام وانت منهم فان المسكة بعضه دم الغزال فان تفق الانام اي تتفوق على الناس وانت واحد منهم فان المسكة بعضه دم الغزال اي ان المسكة تفوق على دم الغزال وهو منهم ده موقف بموقف من غير اداب وانلاحظ دايما ان المشبه به تستشعي كده ان هو حقيقة شيء حقيقي ان فعلا المسك من دم الغذاء وان فعلا انسان ممكن يموت عدشان تمام طب يا سيد ده كده التشبيه بالنسبة منها اولى سنة طب لو انا كملت بقى عشان تانية وتالتة واقول ايه لو انا حزفت وموجود عندك يا اولى في النصوص لو انا حزفت واحد من الطرفين لا بقى ده انا هنا هنتقل من كونه تشبيه الى كونه استعارة اه هنتقل من كونه تشبيه الى كونه ايه استعارة واستعارة ايه تشبيه حذف احد طرفيه انا هشيل بقى طرف من الطرفين تمام ازاي يتشيل المشبه يتشيل المشبه به طب لو انا شيلت المشبه قاله تبقى استعارة تصريحية طب لو شيلت المشبه به تبقى استعارة مكنية تمام طب انا بعرف منين انا برجو حضرتك بشي إنك لازم تشرح تقول صور كذا بكذا تمام يعني مثلا إني لا أحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواقي لها في عليك متى أراك طليقة يحمي كريم حماك شعب راقي أمالنا في الله هقول كده إني لا أحمل في هواك صبابة أحمل صبابة أحمل شوق الشوق لا يحمل عشان بعض الناس بيسألني طب أنا أجيب من الأبيات إزاي أنا بقول لحضرتك أهو الخيال هو ما لا يكون في الواقع يعني حاجة مش موجودة في أرض الواقع حاجة ما ينفعش تحصل في الواقع طب ماشي عشان كده قلت خيال أنا حضرتك في الواقع ما ينفعش أشيل شوية شوق تمام حطوم في شوية كده شلهم على كده في إيه ده ما ينفعش كلام ده في الواقع فلما يقول لي أحمل صبابة هنا عبر عن الشوق بأنه شيء يحمل يبقى صور الشوق الصبابة بمادي يحمل حزف مين حزف الصبابة لا ده موجودة المشبه حزف المشبه به تباستعارة مكنية إذا حزفها المشبه بيجيت تباستعارة مكنية يبقى أنا بمسك بشرحها كده الصورة وبعدين برجع للجملة الأصلية تمام يا أولادي أنا أعطيكم النور حضرتك تقصد بتعطينا العلم فالعلمه نور أنا أعطيكم النور صور العلم بالنور طب العلم فين في جملة أنا أعطيكم النور مش موجود حزف المشبه هنا تباستعارة تصريحية يبقى حزف المشبه به تباستعارة مكنية حزف المشبه تباستعارة تصريحية طيب وبعدين هناك في سنة تالتة سنوي البيت التاسع نص غربة وحنين استعارة تمثيلية أحرام على بلابيله الدوحو حلال للطير من كل جنسي يعني إيه بقى استعارة تمثيلية إذا صور موقفا بمثل وحزف الموقف أو بطريقة تانية تشبيه تمثيلي حزف المشبه شلت المشبه تمام يعني مثال اجري يا ابني إيه هتلينا عشم الفرن فيوم هو راضي دي يقولك إيه الفرن آفل فيقوم والدي يقول له راجعت بخفاي حنين المثل اللي موجود في أولا سنوي معنا اتصال السلام عليكم واختنا سلمة وعليكم السلام يا سلمة بعد إذنك يا سلمة كان عندي سؤالين في النحو اتفضلوا واحد بتاع أولا سنوي قولي أول سؤال اللي هو متى يؤتي الضمير منفصلا مع إمكان اتصاله تاني متى يؤتي الضمير منفصلا مع إمكان اتصاله متى يؤتي؟ يقتى الضمير منفصلا متى يقتى الضمير منفصلا مع إمكان التصال السؤال الثاني ما الحكم إذا اجتمع ضميران منصوبا إحداهما أخص من الآخر ما الحكم ما الحكم إذا اجتمع ضميران منصوبا 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 إحداهما أخص من الآخر أحدهما أخص من الآخر والسؤال الثاني معلش الثالث بيجي يقول لي فالقاطعة قدر الضمير فمع معنى كلمة قدر الضمير انت أزهر صح؟ أيوة قدر الضمير طيب حياكل لحضر طيب وحضرتك ما عليش دينا نبزة كده عن المرسل والمؤكد في البلاء المرسل والمؤكد حاضر شكرا سلام عليكم حياكل عليكم السلام وحمد الله وبركاته طيب طيب أكمل بس ويرب رزخنا البركة ونجاب على سيرة دي حاضر بنقول لحضرتك احنا كنا مرور ايه في التشبيق في الاستعارة الاستعارة التمثيلية لما صور موقف بمثل وتشيل الموقف نفسه وتبقي المثل أصور موقف بمثل وشيل الموقف وأبقي المثل قلت من شوية مثال كده اجري يا ابنة لنا عشم الفرن فهمي هو ليه يرده يقول يقول لله الفرن أفل فبقال له رجعت بخفاي حنين ما قال لهش أصلين الاب ما قالش كده ما قالش أصلين لما قلتلك هات عيش وقلتلي الفرن أفل بقيت مثل حنين اللذي رجع بالفشل ما قالش كده الاب قال المثل على طول هو ده بقى الاستعارة التمثيلية اننا أصور الموقف بموقف بس أشيل المشبه شيل الموقف الأصلي عشان كده اعتبرنا أن بيت بتاع أحمد شوقي حرامهم على بلا بلد ده وحلالهم للطائر من كل جنسي هذا مثل وحوزي في الموقف الأصلي اللي هو موقف شوقي وموقف أهل الأوطان الذين يترادون ويترادوا من الاستعمار تمام يبقى دي الاستعارة بعد ما بخلص أنا التشبيه والاستعارة عندي بقى ايه التشبيه والاستعارة الاتنين مع بعض خلي بقى لحضرتك سر الجمال بعد ما بخلص سر الجمال ما حصلا تعتبر الاستعارة بنتعام التشبيه هو أنا التشبيه موجود لاتنين الاستعارة أنا بحزي في واحد من الاتنين من الطرفين إما أن قاتي بها لتشخيص أو لتجسيم أو لتوضيح يبقى سر الجمال ثلاثة ايه تشخيص تجسيم توضيح هقول تشخيص امتى لو صورت شيء بشخص بشخص زي شعر عندنا مو من لبن المعامع قد سقيته صور المعامع بالأم التي ترضع يبقى ده شخص تشخيص عصية دمع في تانية سنو صورت دمع بإنسان يعصي تشخيص لأنه صور بشخص تمام يبقى اول ما صور شيء بشخص هقول عليه تشخيص طب صور شيء معنوي غير ملموس ومحسوس بشيء محسوس يبقى ده التجسيم يبقى التجسيم او التجسيد انا بصور شيء معنوي بمادي العلم ماء والحياة صور العلم بالماء طب العلم مشبه والماء مشبه به يبقى انا ده تجبيه بليغ طب العلم ماء والحياة اقول عليه ايه اقول عليه تجسيم لأنك جسمت العلم غير ذلك بنقول توضيح الفكرة برسم صورة لها اقول مثال لما تعكسها بقى النبي صلى الله عليه وسلم مثل القمر انا صورت النبي وشبهت النبي بالامر بقى شخص بشيء يبقى ده هقول عليه ايه هقول عليه لا تجسيم ولا تشخيص هقول عليه توضيح توضيح الفكرة برسم صورة لها تمام فيه عندنا طبعا تشبيه مقلوب ودي ممكن مش عندنا احنا كطلبة التعليم السنوي السنوي العام التشبيه المقلوب للمبالغة في الصورة يعني الطبيعي الناس عند العرب قديما اي تصوير بالجمال بشيء من الطبيعة بيصور بالامر ليه لان الامر ليه قيمته احنا كاهل المدنية والكهرباء والكلام ده منحيش بقيمت الامر انما العربي يحس بقيمته سابق وهو بدر كده من جماله عشان في الصحراء ويضيق الطرق تمام او بقى يعلمونا حساب السنين والأعام والكلام ده فلو انا قلت بقى ألبت وتقل ايه الامر زي النبي على ستوى السلام انا ابالغ فيه جمال الحبيب على ستوى السلام بان انا شبهت الامر بيه والطبيعي ان الامر هو اللي بتشبه بيه طول في الجمال عند العرب يبقى هنا يدس بتشبه مقلوب انا ببالغ في الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم تمام طيب عندي المحسنات البديعية في تانية سنة المحسنات البديعية محسن طباق ده الاساس والطباق والمقابلة اخته كبيرة اما اقول الطباق هو التضادنا باللفزه هجيب الكلمة والعكس الكلمة والعكس مثلا لما اقول لحضرتك مثلا والارض وملكك والسماوة والانجم كم تشتكي في تالت سنة كم تشتكي وتقوله انك معدم والارض وملكك والسماوة والانجم الارض والسماء طباق معدم وملكك طباق طيب لو انا نفيت جبت الفعل ونفيه زي عن ترى صار طباق بالسلب وقد بلي الحديد وما بليته اه يبدأ طباق بالايه بالسلب في طباق ايجاب اجيب الكلمة والعكس طباق السلب الكلمة والنفي والفعل ونفيه تمام طيب المقابلة لا ده ده مش بقى طباق ولا كلمتين لا اكسر من كلمة اكسر من كلمة مش جملتين مش جملتين اكسر من من لفظين اممكن لفظين ومعملوش جملة تمام يعني ما قولك كذروا الجماعة خير من صفو الفرقة كذروا الجماعة خير من صفو الفرقة دي جملة واحدة كلها بس مقابلة ما بين كذر الجماعة وصفو الفرقة عشان بس نعدل احنا بنقول مجازة انتو دات بين ايه اكسر من بين جملتين لكن هو القص بين اكسر من لفظين على الترتيب على الترتيب ازاي الشعر بيقول ايه فاما حيات تسر الصديق واما ممات يغيظ العدى حياء قدام ممات وتسر قدام يغيظ والصديق قدام العدى يبقى هنا مقابلة ليه عشان بعضكم بنقوله ايه تضبن اكسر من لفظين فيلاقي بيت زي اللي هقوله ده ويقول بينه مقابلة هقوله ايه يقول لي مني وصل ومنك هجر وفي زل وفيك كبر فيقول وصله هجر زل وكبر ادي تبقى مقابلة لا هنا فيش ترتيب يبقى المقابلة على الترتيب اللفظة دي قدام دي ودي قدام دي وعشان تقول صاح يبقى لابد من التأكد اولا من عدم وجودي المقابلة عشان تقول طباق تمام موكبير يغني عن الصغير العكس لا يبقى المقابلة تغني عن الطباق تمام زي قبل كده مثلا في امتحان سنة 96 في السنة الثانية سنوية لما كانت سنوية عامة تمام يا رفعا راية الشرى وحارسة جيف الاغر قال رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها تمام والله البده جاي في محله حفظ ابراهيم ربنا يرحمه رحمه واسعة رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها لا تسيرون وراء الأفراد إنما يسيروا وراء المجموع تمام رأي الجماعة ورأي الفرد لا تشقى ويشقيها مجيش يقول لي طباق وطباق سلم طبا تقول مقابلة اكثر من نفظين توضيح المعنى وابراز وتوكيده دي سر جمال الطباق يجي بعد منه في البديع لما يجي يقول لك استخرج محسنا بديعيا في تانية سنوي وموجود طبعا الكلام ده في تالتة اكيد يقول لك ايه دور على الجناس وطبعا بما ان فيه البلاغة غالبا هو في السنوات السابقة كلها دائما جاء شعر بس انا بقول غالبا ليه لان في دليل التقويم بتاع تانية سنوي كان فيه بيجيبوننا مقطوعات نفرية انما في تالتة بلاغة تالتة لازم تبقى شعر لانناس ما التجربة الشعرية تمام طيب لكن بقول لحبيبنا بقوله وتانية ان البلاغة غالبا شعر فعشان كده ندور عليه بعد كده الازدواج والسجع دول طبعا والسجع لو احنا جينا للدقة البلاغية في الشعر والنفر لكن احنا بنخصص لطلبة التعليم السنو والعام نقولهم في النسر بقى اسمه ساجع في الشعر بقى اسمه تصريع تمام طيب هقول كده بالنسبة ليه المحسن التاني الجناس الجناس هو تشابه اللفظين في الشكل مع اختلاف المعنى تشابه اللفظين في الشكل مع اختلاف المعنى لفظين شبه بعض والمعنى مختلف طيب طبعا عندي اما يكون جناس تام او جناس غير تام اللي احنا نقول بجناس ناقص جناس التام اللفظ هو هو مع اختلاف المعنى هو هو اللفظ بس المعنى مختلف يقيني بالله يقيني يقيني بالله يقيني وانا ارجو ان حد يتصل ويعرب للجملة دي يقيني بالله يقيني عشان ليه اعراب جميل يقيني بالله يقيني ممكن اقول ايماني يحميني او اقول اعكسها يحميني في الله اعتقادي وايماني طيب لما اجا اقول كده يقيني يقيني بهي هي يبقى ده جناس ايه جناس تام هي الكلمة لأ ده ممكن بقى الحتة الحلوة قوي انه ممكن في الجناس التام يبقى لفظين قدام لفظ بس القراءة ولذلك انا دايما بقول لطلابنا الجناس بالنطق وليس بالكتابة ولذلك برضو معلومة مهمة لطلبة سنة تانية وتالتة بالذات الجناس يدخل تحت المحسنات اللفظية شا ممكن يجي لي سؤال كده استخرج محسنا لفظيا اللفظي الجناس والساجع والازدواج وحس التقسيم تمام كل ده والتصريع المعنوي التورية الطباقه المقابلة يبقى ده الجناس لفظي فبالنطق بالسماع وليس بالكتابة لان بيت شعري يقول لك ايه سميته يحيا ليحيا يحيا الاولى اسمه فيكتاب الالف لينا ليحيا فعل طب الالف مكتوبة بشكل مختلف ماليش دعوة جناس تام ليه لان الجناس بالنطق وليس بالكتابة ايه تاني واحد يقول لي سلسبيلا الى النجاة وده ده مع العين يجري سلسبيلا سل سبيلا اسأل طريقا وبعدين سلسبيلا ده مع العين يجري سلسبيلا الماء العزم سلسبيل سلسبيل النطق واحد رغم من دول كلمتين ودي كلمة يبا جناس تام معقولة اه زي برضو البيت التاني اللي موجود في دليل تقويم تانية سنوية وطبعا كان بيتسلم اياس ناس سنوية عم معنى لما قول فلن تضع الاعادي قد رشاني وَلَقَالُوا فُلَانٌ قَدْرَشَانِ فَلَمْ تَضَعَ الْأَعَاديِ قَدْرَشَانِ وَلَقَالُوا فُلَانٌ قَدْرَشَانِ حتش بيرى البيت كده بنيرى البيت فَلَمْ تَضَعَ الْأَعَاديِ قَدْرَشَانِ وَلَقَالُوا فُلَانٌ قَدْرَشَانِ 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 جيناس تام رغم منهم كلمتين وكلمتين طب لو اختلفوا بقى خلي بالك هم متفقين في أربع حاجاتهم التشكيل الشكل والنوع والعدد والترتيب شنقول تام يعني الكلمة ناس الكلمة الوقت من ذهب وقال ذهب إنما لو اختلفوا في التشكيل هلا نهاكا نهاكا عن لؤم مرئن هلا نهاكا 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 منعك نهاكا عقلك آه يبدا المعنى مختلف مع اختلف في تشكيل يا للغروب وما به من عبرة المستهامة وعبرة للرأي جناس ناقص اختلف في تشكيل اختلفوا في النوع وأنا بقوله هون الاختلاف في النوع يشترط فيه البلاغيون اختلف في حرف واحد شنقول جناس أكتر من حرف لا شنب محدش يجيلي في نص الربيع ويقول لي نزلت مقدمة طول مصيفة حميدة وبعدين نقول لي جديدة ده جناس أقول لك دول مختلفين في حرفين يبقى مش جناس شرطه عشان أقول جناس الاختلاف في حرف واحد طيب يعني إنه من عاشه مات ومن ماته فات مات وفات ده جناس جناس ناقص اختلفوا في حرف أو يختلفوا في العدد إن كلمة جزء من التانية يعني أقول بين الصفاء والصفاء إح والصفاء إح صفاء صفاء لو أنا شئلت المقطع الأخير تبقى الصفاء صفاء يبدأ جناس ناقص أو يختلفوا في الترتيب اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين مرحومين ومحرومين جناس ناقص اختلفوا في الترتيب يحدث نغمة موسيقية تطلب لها الأذن طيب في عندنا مثلا إيه حاجات بقى يا مستر جيين من فعل واحد وريبث بعض كلمة مشتقاتة ده مثلا ميجي ناس اشتقاقي بسهو ما مش حط نقولك في الكتاب يعني الصديق والصدق ما والصديق والصدق اللي تنم من الصدق ده بنقول عليه جناس اشتقاقي بيستحنها مش عندنا كطالب سنوية عامة أو كطالب تانية سنوية فاحنا بنقرب لحضرتك ونجناز غير تام طيب بنقولي تاني ده الجناس بأنواعه عندنا بعد الجناس التصريع اللي بنا بلاقيه في ايه في اغلب احياني في البيت الاول سكتت في غرة عدية سكوته وظنوني اللي قال لي قد نسيته سكوته سكوته نسيته عندي عيناية جودة ولا تجمدها ولا تبكيني ساخن الندى تجمدها الندى عندي اقتلاف النار والليل ينسي ذكرة للصبا ويامة انسي ينسي وانسي كل ده تصريع عندي السجع بقى في النصر انه من عاشه مات ومن ماته فات وكل ما وقت نقات يبدأ سجع نصر ازدواج في النصر اللي هو ايه؟ الجمل مقطعة طيب يا اسمائي اللي كاتبين محمد حشيش من القايرة من تاني صار محمد امين ادق عليه صامر محمد امين ادق عليه محمد كمال الفيوم نعم ثواب محمد بس مش كاتب منين او مش كاتبة منين ها اسمائي اخرى عفوا يبقول كده يا شباب ده كده حضرتك الازدواج تقطيع الجمل بس بشرط مش يساجع شرط الازدواج عدم موجود ساجع مثلا في نص المقامة خفيف الياد حديد الموسي نظيف السياب وقليل فضول قد بعضه فجعل يدلك ندلك انا كد الأزام اغمزني غمزة نهدد أوصاله صفر صفنا نشق البزاق جمل ادبعد اواخر الناس وطارق الليل في تالتة سنة وفي نص الصغران جمل ادبعد ازدواج شرط عدم موجود ساجع اما يروح على الشعر يبقى اسمه حسن تقسيم يقطع الشطر يقطع البيت طويل المجادرة في العماد حسن تقسيم فالخير والليل والبيداء وتعريفوني والسيف والرمح والقرطس والقلم حسن تقسيم البيت التامن نص المتنبئ نص الخامس عند تانية سنوي وعندنا البيت الرابع في تالتة سنة والنص التاني المساء متفردون بصباباتي متفردون بكآباتي متفردون بعنائه طيب يبقى دول كده ايه المحصلات البداية محمد عامر الاسكندرية نعم مين متحك قلت مسكندرية محمد محمد وهبة مسكندرية نعم محمد عامر ده مش كتب ده مش كتب طيب ماشي طيب ربنا يبارك فيك دلوقتي وقت الحلقة هزف هنشوف سؤال حاليتنا الاول سؤال حاليت اليوم ونجاوب على سؤال السميس اصدر لنا سؤال السميس الاول كاس المعتز بعد اذنك سؤال السميس تفضل طيب سؤال حاليت اليوم الاول بين القصر والبديع في البيت الاتي ما قال لا ابدا الا في تشهده لو لا التشهد كانت لاؤه نعم احنا بقى عايزين كنين نقول نعم للاستقرار للحرية نعم للمؤسسات نعم للخير نعم للامان ما قال لا ابدا الا في تشهده لو لا التشهد كانت لاؤه نعم اعتقد البدل الفرزق ها نعم هذي سؤال حلقتنا النهاردة طيب يا ترى سؤال السميس هي تفضل سؤال السميس بسرعة عشان نجاوب عليه ونختار الناس الفيزة معانا يزالونا السؤال بعد اذنك هذي سؤال هذي سؤال اهو للمساجد حرمتها مبتدى مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة والهاء ضمين المبني في محل الجار مضاف إليه ده سؤالنا حكمة اليوم ونختار الفائز تفضل حكمة اليوم وحكمة اليوم ما أجملها لأنها كلام رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل تفضل يا أستاذنا تفضل حكمة اليوم الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين العقوبة لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اللي يتهجم على المسجد اللي يمنع المصلم من المسجد اللي يمنع الأذان في المسجد اللي يحوط المسجد اللي يهدد المسجد الله يرد عليه لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة ولهم في الاخرات عذاب عظيم سؤال اسميس للمساجد حرمتها وللعلماء احترامهم فهم فوق الرؤوس قد نحفظكم نشوف مين بقى اللي فاز معنا بسم الله بسم الله سمر محمد أمين من الدقاهلية سمر محمد أمين من الدقاهلية اختنا سمر نرجو الاتصال ارسال رقمك دلوقتي حالا واخده وانا ماشي ان شاء الله واتنصي بحياتك ونرسل الكتاب طب بنا يحفظك وبارك فيكم ويحفظ بلادنا من كل مكروين وسوء نقول جميعا النعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته